موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة من كلام بيروت المواقف التي أطلقها المطار الموارنة من أزمة تأليف الحكومة تصدرت عنوين الصحف التي أبرزت أيضا نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية لسيما من زاوية العقوبات على إيران وحزب الله نتابع أيضا في هذه الحلقة من كلام بيروت أشؤون الاقتصادية ملف الكهرباء والمواجهة بين الدولة وأصحاب المولدات إلى جانب قضية جوني مدينة ملوثة والجهود النيابية والشعبية لمعالجة هذه القضية هذه المواضيع نتبعها اليوم مباشرة على الهواء من السيديو مع النائب شوقي الدكاش عضو كتلة القوات اللبنانية الجمهورية القوية أهلا وسهلا فيك أستاذ دكاش في هذه الحلقة من كلام بيروت بكرا لألك وعاستئبالك لألو أهلا فيك رح نبدأ الحلقة اليوم بكاريكاتور لأرماء حمصي بصحيفة النهار رسم المواطن يعني حامل ليفتي على اللوح على ضو قنديل الكاز عبارة 2019 قريبا نستقبل العام الجديد عضو الشمعة أنا برأي يزيد عليها بعد 24 على 24 ونرجع على 2010 و2012 بتطلع مظبوطة معه نعم بترجع 2010 لما وعدنا ب24 على 24 تظبط معه بتصفي أحسن وأحسن هكي بتطلع كتير مظبوطة وبتطلع معبرة عم تحط الحق على حدا ما جاب الكهرباء لهلا؟ نحن عم نحط أنه عم بقول أنا الأشياء اللي صارت وقعية وقتها نعم بهذاك الوقت وقاله أنه 24 على 24 ونحن هدا الموضوع واضح عنا وهلا لي كنت عم بس عم بزيد هيكي هون وزارة الطاقة الوحيدة اللي وضعت مخطط وحطت مشروع لموضوع الكهرباء ولكن عرقل ما نفض ما بدنا نقول الحق عامل لأنه عادة بيكون فيه مشاريع وما بيمشي الحال ما بقى رت إذا جهة وحدة تتحمل المسئولية في هذا الإطار بلد كله بتحمل معنيين المسئولين أنه ما تم تنفيذ خطة الكهرباء الموعودي 100% هو تعرقل بس مين عرقله في أيام أنت بتتعرقل من وراء أنت شغلك أنت تكون عم تشتغل غلط بتعرقل حالك وفي أيام حدا بيعرقلك يجوز الوجهين بهذا الشكل بس الموضوع الأساسي بهالموضوع هيدا أنه كي بدي إليك إيها وبيدي حافظ على بداية حلقة تكون جيدة أنوياك وحلقة تكون مسمرة للمواطنين نعم متفائل لأنه نحن بجو كله غير متفائل صح يعني لازم نعطي الناس جو من التفائل جو من الإيمان بهذا البلد لأنه نحن بحاجة الإيمان بهذا البلد أي كلهم عرقله الكهرباء بيعتبروا بس العرقه المعرقة هي من مطرح واحد معروف طيب متل ما صاير بالحكومة أستاذ دكاج رح نرجع لموضوع الكهرباء موضوع المولدات وهذا اللي صاير بالبلد أنه ننشوف كيف طريق طريقة الحل والكثير من الملفات على كل حل ولكن هلا هو موضوع الكهرباء موضوع الحكومة الجهة المعرقلة معروفة لدى حضرتكم لدى حضرتك لدى كل اللبنانيين اللي عارفين صاروا مين لمعرق الحكومة مين معروف في حزب الله مش متش أنه يعني الكل عم يحكوا والكل عارفين ومحرقة خطة ولا الأسبوع يعني لمعرق التأليف الحكومة حاليا هو حزب الله بطرحه لتوزير سنة مينة أدار سنة مينة أدار هلا أخلصت عن موضوع القوات اللبنانية وموضوع الحزب التقدم الاشتراكي كانوا عقدتين على أساس هن الكبار بعد حل حلتها يعني هل هل عقدتين طلعت موضوع يلي كانت يعني كانت مطروحة ولكن اليوم توصف بالمستجدة والمفتعلة ولكن كانت مطروحة أبن أبدا هي انطرحت بشكل يمكن نحكف فيها ما بعرف بس إنه ما حدا طرحها بشكل جدي ولمن انطرحت عن رئيس سعد الحريري رئيس المكلف كان جوابه واضح بوقتها واضح ما في مجال بهذا الموضوع وراحت العملية ما كان فيه أي تعاطي مع جدي بس نحنا قررنا إنه كلنا سوى نعمل حكومة ويكون في حكومة للبنان لأنه بأمس الحاج اللي يكون في حكومة تسهلات للمكسيموم من ككل الأقرب نحنا عملنا التضحيات من أجل إنه يكون في حكومة للبنان كان يعول أو حزب الله كان متوقع إنه وقف رئيس الجمهورية يكون غير ذلك وبالتالي هون حصلت المفاجأة يلي لحد الآن ما في هذا الاتصال على مستوى عالي بين أسر الجمهوري وحزب الله أو بين رئيس الجمهورية وحزب الله أنا هل قد ما بعرف إدي الاتصالات بين بعضهم وكيف يعني الاتصالات بين بعضهم ما بعرف يعني أنا ما عندي فكرة عن هذا الموضوع وما بحب أحكي بك شكل من الأشكال إنه أنا عندي علم بهذا الموضوع بس أنا على الأكيد إنه في مطرح من المطارح الموقف اللي أخده فخيمة الرئيس وموقف مسؤول موقف جده أخده وهذا الموقف بنشكل من نوع من الأشكال إنه عم بيحكي مصلحة اللبنانيين بهالوقت اللي إحنا موجودين فيه ونحنا بنقيدوا بهذا الطرح اللي حكيه وبالطريقة اللي تعاطفها بهذا الموضوع حزب الله والنواب سنة الثامن من أدار مبارح عم بيقولوا إنه العقدة عند الرئيس المكلف وعند الرئيس الجمهورية بمعنى إنه هني عليهم يحلوا هالموضوع أصلاً هيدا الموضوع صار معروف وين؟ يعني بقش تتخبى ورأس أصبعنا مثل ما قلنا بأول حلقة هيدا الموضوع صار معروف وين محل هلقني العقدة الموجودة فيه صار معروف مين لازم يحل هاي العقدة ونحنا صار معارفين إنه الأهداف اللي مش معروفة بعد لاي عم بيصير هاك ما نحنا كنا رايحين على ليلة تأليف الحكومة لاش تغير الوضع بلحظة من اللحظات وطلعت كلها العرقلة شو بقدموا بأخر أستاذ دكاش وجود وزير من هؤلاء النواب المستقلين يعني هني بيوفروا حالهم شو بزيد الحكومة وعدم مشاركتهم شو بتعمل؟ اللي بقدموا بأخر بعدم وجودهم بل زين لا بقدموا لها بأخر لش وجودهم ما بقدموا لها بأخر وجودهم بس هو فيه لك الآخر يتفق بشكل جدي هاو دي الناس مع كل الاحترام يقالي زملاء لأقلنا بمجلس النواب وهني أشخاص محترمين بالشخص ما قلنا عليهم شي بس هني جمعوا بعضهم بآخر لحظة من كتل يعني تصور إنسان رايح مع كتلة ومتسلي بالحكومة ورايح معه طيقوا الاستشاراته عند الرئيس الحريري وبيرجع بعد شوية بيقول لأ أنا من كتلة تانية تقال لكم بدي رأيي ما فيه أصول ما فيه يعني ما فيه توازن بالطرح الكتائب كمان عندهم ثلاث وزارة عندهم ثلاث نواب ثلاث نواب سورة في كتير نواب مسيحيين أيضا قاعدين مية بالمية بقى ليش كمان هوم ما بيتمثلوا موجودين إذا كان هاك بقى لأ الوضع إنه مش حمالية هون شو الهدف ليش هذا الإصرار على توزير أحد من النواب أهداف كلها متلحكوا وأنتوا كلكم عارفين إنه الشي بيقول إنه مربوطة بالأشية الخارجية شي مربوطة إنه ما بدون يكون مع الرئيس رئيس التلت معطل للرئيس بيقولوا إنه هيدا الهدف إنه تشوفوا شو فيه ستة طورات بالمنطقة ما حدا بيعرف السبب المباشر أنا شخصيا إذا بقلك إني بعرف يكون عم بحكي كلام تأحكي ما بعرف يعني الأهداف المزبوطة بين وراء هيدا الموضوع بس اللي بعرفه وأكيد منه إنه هيدا عم ينعكس على اللبنانيين عم ينعكس على معايشة اللبنانيين عم ينعكس على الوضع بلبنان عم ينعكس على الوضع الاقتصادي وكله من تحت راس هيدا الموضوع ما حدا بيقدر يعرف لأنه بس بس كلنا اللبنانيين مجمعين ومبارح اللي حكيه رياض سلامة بالخطر إنه من دون تأريف الحكومة اللي طلعوا فيه مطجز المطارني والبطارك والمطارني اللي طلعوا فيه كمان رفعوا الصوت هذا الشيء هذا اللي عم ينعكس هذا اللي معروف بس الأسباب الأساسية اللي مش معروفة ما بعرف إنه أن يكون فيه مع رئيس الجمهورية ما بدأ نقول هذا التلت معطل ولكن عنده أكترية أرجحية بالحكومة وأن تكون عند حزب الله ولكن فيه تفاهم واتفاق بينناتهم وبالتالي ممكن يتفاهموا على هذا الموضوع لأنه إذا كان ناطرين على الكوع لأن عطل الحكومة بسبب ظرف طارق عن أي حكومة عم نحكي جاي بدأت جيب الأمل والمشاريع والأموال والشغل للبلد نحن لازم نأخذ الناس على الشق المتفائل نحن ناطرين تتألف حكومة وهون من هالمنبر هيدا نحن بدنا تتألف الحكومة بأسرع وقت ممكن لأنه الناس ما بتحمل بقى وبقش راح أحكي هالحديث لأنه صار كل الناس عم تحكي بس نحن ناطرين سادر ناطرين وسادر ناطرنا لألنا وناطرين أنه يكون في عنا حكومة تنقدر نتعاطى ونجيب نفط للمالدة بترجع على الكهرباء أنا راح أرجع على الكهرباء وليك نحكي كل التفاصيل بصحيفة المستقبل اليوم العنوان ذكرت موضوع المطارين الموارنة المطارين الموارنة ينددون بالعقدة الطارئة والعنوان الثاني بدي أحكي عنه لاحقا لتفعيل حكومة تصريف الأعمال ولكن بالبداية يعني حتى بكركي البطاريات كالراعي كان استقبل مفتي الجعفة الممتاز أشيخ أحمد قبلان وسلم وحمل ورسالة إلى حزب الله للدعوة لموضوع إذا بدنا نقول تنازل تسهيل تشكيل حكومة تحركوا بكركي اليوم بين المطارين الموارنة سيكون له الوقع المطلوب أول شي خاليا نتوصف بكركي كركي هي ضمير لبنان هي عند الخطر بتكون عطول عم تتعاطى بالمواقف الوطنية الكبيرة بكل مسئولية سنة الألفان البطراكسفار قال له والتطول بعمر وجهه الخير أخذ المواقف الأساسية لمن كل الناس كانت مش قادرة تاخد مواقف وهلأ كركي عم تاخد دورة لمن حصت الخطر كبير على الوطن أخذ الدورة وعم تاخد دورة بكل دقيقة لأنه هي ضمير لبنان وهي من أعطيها لها مجد لبنان من هيك بس يكون في خطر وفي مواقف مهمة لازم تتاخذ وبيحسوا أنه لبنان مهدد من أي شكل من الأشكال هي رح تاخد كلمتها ومبارح البطراك الراعي صرف من وراء اجتماع مجلس المطارني والبطارني ولكن البطراك الراعي الكركي إذا بدنا نقول تقف إلى جانب رئيس الجمهورية إلى جانب الرئيس المكلف إذا بدنا نقول بهذا الموقف أنه يجب تشكيل الحكومة وصفوا العقدة بالطار يعني هني صاروا فريق مع بعض أبدا عطول بكركي هي صوت الصارخ بالبرية هي بتصرخ الصوت بالحق بتقول الحق بتقول الحقيقة الحقيقة مطرح ما بتجي كانت وحدة والبطراك سفير سنة الألفين لما نطلع نداء المطارني والبطاركي كان وحده أكيد كان كل الشعب معه بس كان هو وحده عم بيقول بهالبرية عم بيحكي بهذا الموضوع وجرأ بكل جرأة وهلأني البطراك الراعي بكل جرأة عم بيقول عمين الحق وكيف الحق وكيف لازم يكون بيشيه نحن نعم إلى جانب ما ذكرنا بموضوع المطارني أنه بالكلام أيضا أنه هذا التعاطي مع المؤسسة الدستورية المناط بها عملية سير الدولة ووزراء وإداراتها من أجل تأمين النمو الاقتصادي وخير المواطنين ودعوا إلى تأليف فريق عمل حكومي متجانس للشروع بتنفيذ البرنامج الإصلاحي بعيدا عن التعطيل السياسي والمذهبي هذا نحن فيه هلأ نحن بالنتيجة آخر شي هذا العهد عهد فخيمة الرئيس ميشيل عون نحن بهمنا أنه ينجح بشكل جدي وأنا ما بعتقد بتأليف الحكومة فخيمة الرئيس تحديدا عنده أي هدف إلا إنجاح العهد وإنه يكون في دولة مستقلة ودولة لها قرارتها من هيك ولا ممكن يكون عنده الفكرة شخص مثل فخيمة الرئيس عنده فكرة أنه تعطيل عنده فكرة كيف ينشئ هذا البلد كيف بدنا نقوي كيف بدنا نكون نحن وياه عبر الأمين نعم أيضا صحيحة الحياة تحدثت أنه الرئيس عون لحد الآن ما زال على موقفه وحطينا بالتضامن مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة وأنه عالما صار في كلام أنه قد يكون عنده مخرج رئيس الجمهورية بموضوع الوزير السني لأنه هو كمان عنده هلأ وزير سني بقى مش واضحة لأمور أكيد مش واضحة لأمور موقف رئيس الجمهورية واضح جدا بدون أي لبس وأكيد فخيمة الرئيس عم يحكي لأنه شايف إداة لازم يكون الوضع بهالشكل بده استدباب لأنه نحن رايحين عمطرح ببلد لازم نصل لحل جزري لكل الأضايا من هيك موقف واضح وواضح جدا من رأيك هون حزب الله فعلا داعم جدة وللأخير لتوزير أحد النواب وأنه النواب هني يعني لأنه هني كمان مستندين لموقف حزب الله في حال أخذوا هذا الموقف يلي ممكن يكون موقف وطني وطلعوا لعند رئيس الجمهورية وقالوا نحن طلبنا ولكن لأنه الأمور وسط لهون نتراجع عما طلبنا بتنحل الأمور برأيك؟ ما بعرف حزب الله شو مبيت بهذا الوقت أو شو عم بيحضر بهذا الوقت لما كنا نحن عم بيقولوا أنه العقدي هي درجية أو عقدي قوتية نحلت العقدي بيان كل شيء يعني إذا نحلت إذا بيعتبروا عقدي نحن لما نصارت الأمور واضحة عنا وعطيونا بشكل من الأشكال للطرحات أحدا كان نتر موقف غير هيك حتى من القوات أنه ممكن يكون كان في كتير بيتمنوا كان في كتير بيتمنوا يمكن أنه نحن نروح بغير محل بس نحن عطل يبتر كانوا بيتمنوا تكونوا أكيد عم قل لك في كتير وفي كتير مقبير بس على الأكيد أنه القوات لبنانية أي موقف بتاخدوا بتاخدوا من بعد دراسة استاذ علي حمادي بصحيفة النهار أخذ الموضوع على مكان آخر من تشريع الضرورة إلى تصريف الضرورة وأنه الطرف المعارق اللي بيقول وحده إذا عطل إشارة لتشكيل الحكومة بيمشي الحال بما أنه ما في إشارة تعرق لتشكيل الحكومة يعني القرار عند حزب الله أنا بعد بر الأرار هلأني عند الرئيس فخيمة الرئيس من شلعون يعني فخيمة الرئيس من شلعون الأرار عنده هو اللي بده يخذ الأرار وأنا بعرفه شخص كلنا منعرفه كل لبنانيين أنه اللي ما بيحكي كلام هو بيكمل فيه مصلحة لبنان أنا بطلب من حزب الله بتمنى عليه أكيد أنا بتمنى عليه أنه حزب الله أنه يكون يشوف الشعب شو بده يشوف المنطقة شو بده ما نرتبط بأشياء خارجية إذا مثل ما عم بيقوله أنا ما بعرف لأنه ما عندي أي معلومات بالبوضوع يعني يقدر يرتبط يرتبط بها الشعب الموجود هوني معقول أستاذ دكاج وضع إقليمي كما هو موضوع عقوبات ما بدنا نفوت بالتفاصيل بالعقوبات لجانب اقتصادي ولكن أن تقول إيران لأمريكا ولدول العالم أنه أنا بلبنان قادر عطل حكومة يعني هذا الموقف فعلا يعني بثير قلق عند المجتمع الدولي أنه إيران بعدها قادر بلبنان يكون معها تلت معطل يعني لهون وصلت الأمور برأيك هل قادر كبير الموضوع؟ أنا برأيي بهذا الموضوع شخصيا كان بقول هدا رأيي شخصي أنه لما بيطلع وبيقوله بكل صراحة نحن صرنا موجودين بالعراق وبسوريا وبلبنان بكل صراحة عم بيقولوها أنه شو بيمنع أنه يعملوا هلأ أني هيك يعني بس حكومة لبنانية عندها قرار بمكان ما شو بقدموا بأخر قرارها؟ بس هايدي في إلا نقمة من مجتمع دولي بالآخر كيف؟ مين برد السعادة؟ وهوني نحن علينا مسؤولية كتير كبيرة أنه نكون وعيين لها الموضوع حتى نقدر نتصرف فيه بشكل لمصلحة لبنان ومصلحة المواطنين إذا ما تصرفناش بها الشكل نحنا كلنا رح نغرق مش الباخرة رح تغرق لأنه الحزب الله هو نسيج من هالمجتمع اللبناني الموجود وهو جزء من هالمجتمع اللي نحنا بنحترمه من قدره ما بيقدر يكون خارج هالنسيج يعني بدو يرجع إذا غرقت الباخرة غرقنا كلنا سوا مش نحنا واحدنا وهو رح يدل على البر بتشوف الختام بالآخر في حكومة أو أنه ما في حكومة لا أكيد في حكومة بس قيمة الوقت وكيف ما بقدر أقول بس أنه أكيد في حكومة من هون الكلام دعوة يعني حضرتكم أيضا وأكتر من موقف كان قبل أنه بما أنه الأمور مطولة فلتفعل حكومة تصريف الأعمال ومبارح المطار الموارني لحكومة لتفعيلها لأنه بالآخر متابعة شؤون الناس أليات العمل وشؤون المالية ممكن هذا الأمر؟ أكيد ممكن هذا الأمر ونحن طرحناه قبل يعني نحن طرحناه بشكل جد أنه الحكومة تجتمع نحن مثل ما عم يصير في تشريع الضرورة ومثل ما عم ينعمل تشريع الضرورة أنا بأيده لأنه نحن بحاجة المواطنين أنه يكون عندهم إدارة عم تمشي وتشريع عم يمشي يعني بكرة نحن ما نطروح على الجلسة قصة تمويل سلفي لوزارة الطاقة والكهرباء مش أنت يقدروا يكملوا هاي السنة هاي دي مصبوط إذا بتجتمع الحكومة يمكن تقدر تتصرف كتير أمور يعني لازم ينعمل أمور تنسهل عمل الناس وبنسهل لهم أمورهم بس على شرط أنه نكون عاملين بأسرع وقت بنقولش أنه نحن عم نعمل هلأ أنه تصريف أعمال ونوقف تقليف الحكومة يعني الموقف بيصير دائم بالبلد بدنا نشجع أنه عطول يكون في حكومة ونسرع بالحكومة لما نروح على هالأمور هاي كلها لأنه في حل يعني الحكومة اجتمعية كحكومة تصريف أعمال ومشت الأمور بيصير هذا تكريس يعني بيصير أنه خلينا هاي أكيد أكيد يعني أنا عم بيحكيك أنه في فزع من هذا الموضوع وأنا بتفهم الطرح اللي عم تروحه فريق المستقبل ولكل أنه يكون في تكريس لها الموضوع أنا موافق بس خلينا لكلنا نسرع ونقول بكل شراءة مثل ما عم بيصير هلأ من قبل رئيس المكلف من قبل رئيس الجمهورية فخامة الرئيس من كبل كل الأطراف أنه بدنا حكومة سريعة ولكن كمجتمع دولي بده حكومة كاملة الأوصاف ما نحن عنا ناطرين نتائج المؤتمرات بدنا حكومة جامعة يعني حكومة حكومة بدنا حكومة جامعة أكيد أكيد بكلنا سوا ناطرين هذا الموضوع ونرجع نتمنى مرة تانية أنه يكون في حكومة بأسرع وقت رح نتابع معك أستاذ دكاش هذا الحوار القسم الثاني من كلام بيروت بعد هذا الاستراحة ابقوا معنا مشاهدينا نتابع معكم مشاهدينا القسم الثاني من كلام بيروت معضو كتلة الجمهورية القوية الناب الأستاذ شوقي الدكاش أبنى نفوت شوي بموضوع الاقتصاد وموضوع العقوبات وكلامه لحاكم مصر في ابنان رياض سلامي زميلة روزانة بمنصف بصحيفة النهار تقول حكومة تصريف الأعمال أقل كلفي وأنه اللاحكومة اليوم قد يكون الخيار الأفضل لأنه لو كانت إذا كانت الحكومة ستكون أرجحيتها لحزب الله فخلينا هيك لأنه هذا ينسحب على موضوع نظرة المجتمع الدولي في ضعو العقوبات وأنه هذه الحكومة أرجحيتها لحزب الله وبالتالي مش ممكن تقديم كل المساعدات المطلوبة لها يعني ساعتها كأنها فتنا بحكومة معطلة ما قدرة تعمل شيء أكيد لا ما حدا بيريد أنه يكون في حكومة حكومة تصريف أعمال أو حكومة وندل بهذا الوضع اللحنا موجودين فيه الأفضل أنه يكون مش الأفضل اللي يجب أن يكون عندنا حكومة بأسرع وقت ممكن وتكون حكومة وحدة وطنية وصرنا الأمور كلها جاهزة ما بدها إلا بس ينعطى الأسامة للرئيس المكلف تيقدر يقلف الحكومة وبينتهي الموضوع نعم حاكم مصر في لبنان كما جاء بصحيفة المستقبل ومبارح بأكتر من تصريح للحاكم أيضا يحدر من سلبيات تأخير تشكيل الحكومة عن نظام المالي وانا عم نحكي عن حاكم مصر في لبنان مش خبير اقتصادي عن الحاكم اللي هو خبير أكتر يعني إذا بدنا مش خبير أكتر من خبير يعني هو الأشخاص المميزين بالمجتمع المالي والاقتصادي وبحكمية بحكم كل العالم حكي عن التأخير موضوع الاقتصاد ولكن كان قبل عن بقول لبنان لديه كل الإجراءات والامتثال بموضوع المصرفي وبالتالي مثل أنه لبنان محمي نوعا ما هون ارتباطا من موضوع العقوبات على إيران وبالتالي أيضا على حزب الله ولكن كان في كلام قبل أنه إلى متى يعني الخلاف السياسي الداخلي كما يقول يطمن المستثمرين يطمن الأسواق بيعطي أمل للانطلاق ولكن إذا بقينها هيك إنه بتظلك تحمي تحمي ولكن لوين وشي خلال نقسم الموضوع قسمين المصارف وإدارة المصارف بفترة من الفترات اللي وقت اللي بلشت العقوبات من سنتين وثلاثة وبلشت تطلع على العملية أنا بأتبر من أحسن إدارة لعملية إدارة هالأزمة اللي كانت عد تجي لأنا وللوقت هلأ الأزمة الأكبر هلأ كانت إدارة سليمة وكنا نحن عم نطبق كل الوينين الدولية اللي بترعى هذا الموضوع يعني نحن بهذا الموضوع باعتقد مثال لكل يحتزى فيه بكل العالم من عملية تطبيق وإنه رغم كل رغم كل العرائيل أو رغم كل الوضع اللي موجودين نحن فيه الثاني بالوضع اللي نحن موجودين فيه هلأ حاكم مصارف لبنان عم يطلق الصرخة ويقول فضله عمله حكومي هذه الكلمتين لأنه هيدا بيشجع الاستثمارات هيدا بيخليني أنا أقدر أتصرف أكتر لأنه أنا هلأ أني عم بضبط عم بضبط الوضع المالي وعم بشد كل قوتي عم بخنق الاقتصاد بشكل من الأشكال تقدر حافظ على وجودنا يعني أنا رح يحكي بكل صراحة لما يقف قصة التسليف الإسكان ليه لما توقف التسليفات للقطاع الاقتصادي أو قطاعات الانتاجية ليه لأنه تقدروا يحافظوا على وجود الدولار موجود عنده مثلا بيكون في حكومة وعم بتدير البلد تقدر رجع تتسهل الأمور وخاصة لما يكون فينا صار المجتمع الدولي إلو ثقة بالحكومة اللبنانية إلو ثقة بالوجود وبتتنفذ الأمور المطلوبة مننا لسادر ساعتها ورح يفوت مصاري عنا أكتر ورح يكون في حركة اقتصادية أكتر نعم الجمهورية اليوم العنوان لبنان بين الانتخابات والعقوبات الأمريكية وفي هذا الموضوع فيه اهتمام داخلي صحيح مش عم يظهر ولكن هذا الاهتمام مركز على موضوع العقوبات الأمريكية التي بدأ تطبيقها على إيران وأيضا حزب الله انعكساتها على لبنان إلى أي مدى يعني فيه كلام اليوم حتى زميلك النائب فادي سعد يقول تمنى أن لا تؤثر العقوبات الأيرانية على لبنان ولكن فيه نوع من التأثير أكيد فيه نوع من التأثير وأكيد أنه فيه شيء بدون نتأثر فيه بس أنا بقول لك هلأ من بعد ما طلعت العقوبات بأسرع وقت بقول لك ما بقدر أعرف يعني ما بقدر حدد اداي هذا التأثير بس أنا إلي سئة أنه حزب الله هو جزء من المجتمع اللبناني والمجتمع المنطقة الموجودين فيه كلنا سواه الجزء الموجود معنا هلأني نحنا أكيد لازم يكون هو عنده كل التطلعات وهذا الشعب اللي هو مسؤول عنه هو كما رح يتأثر بالعقوبات ورح يتأثر بوضع الاقتصادي اللبناني من هيك ما رح يكون حدا عنده الإدراء أنه يتصرف بدون ما يرجع لشعبه وللناس وهون نحنا بدنا نقول أنه الوضع الاقتصادي ما حدا بيقدر يعرف إذا رح تكون العقوبات على لبنان متؤثر فيها لبنان تحيفة الحياة تحدثت عن موضوع العقوبات وحكيت أنه عن مفعول هذا الأمر بموضوع العقوبات على إيران وأيضا حزب الله وتناولت أنه الوضع الداخلي اللبناني في ظل هذا الخلاف السياسي إذا بدنا نقول لو ما كان في خلاف سياسي في وضع اقتصادي صعب أساسا في هذا الإطار وبالتالي من هون الخوف هذا الوضع الهش إذا بدنا نقول فعلا أن تكون التأثيرات أكبر مما هو متوقع لو كان في وضع سياسي طبيعي واقتصاد طبيعي يمكن كانت نتيجة العقوبات أقل تأثيرا هون الخطر أكيد أكيد لو كانت الوضع الاقتصادي سليم بعدين أنا بدي زيد شغلي بوضع الاقتصادي إنه المنطقة كلها عم تمر بوضع اقتصادي صعب مش بس لبنان الوضع كله بس بلبنان عنا زيادة لأنه نحن لازم نألف حكومي بأسرع وقت ممكن لازم يكون عنا رؤية اقتصادية واضحة ونازم يكون عنا حالة استنفار أو ضرق أو إعلان طوارئ لخطة اقتصادية تكون متقشفة لا نقدر نمرق بها المرحل نحن نريف متقشف عمين أستاذ دكاش بين مين ومين التقشف يعني فجأة يعني بالآخر الناس مع كل هدي المصايب اللي هي فيها بصيب التقشف بس هونيك ما بيصر شيء؟ هوني علينا ناور نحن كمسؤولين ونحن خاصة كنواب جديد موجودين بالحكم أنه نكون صوت ونقوله أشياء بأسماء تنقدر نقطع هالمرحلة نحن موجودين فيها إذا ما قدرنا نقطعنا هالمرحلة هايدي بشكل نقول لكل الناس أنه بنا نعمل تكشف ونقول تكشف ونقول أنه هالي الموضوع بده يكون واضح وعلني ما فينا تكشف بده أيضا من ضمن الإصلاحات إذا بدنا نقول أكيد يلي هي مطلوبة من المؤتمرات ومطلوبة داخليا أيضا الأصلحات يلي هو موضوع الفساد والمكافحة وترشيد الإنفاق وموضوع الإدارة رح نرجع إذا عنا نختلف على وزير وين هايدي الاستراتيجية وفي عنا خطة قصدية بتتنفذ يني قلت بدك تكون متفائل وتعطي أمل للناس دس فيه شي لونه أسود لك خلينا نشوف الشي الجانب المضوي جانب المضوي الموجودين أنه نحن ببلد حقيقة عنده الإدراء أنه يقوم هذا نكون واضح يعني إذا عندنا الإدراء أنه هيدا البلد يقدر يعيش مش أنه مظبوط أنه نحن بوضع مأساوي جدا نحن عندنا الإدراء يعني هيدا بلد قادر يخلق عنده ثلاث شغلات أساسية عنده المصارف وعندها إدراء مالية كتير كبيرة وعندك الإنسان أو عندك اللبناني العضنعطاء والخلاء وعندك القاعدة اللي تقدر أنت تفيع كل المنطق هولي إذا إحنا بنعرف نتعطى معهم والناس بتعطى معهم قدرين نكون نحن وجه كتير منيح للمنطق أوكي حكينا شوية عن موضوع التشريع وتشريع هذا سموه تشريع ضرورة لأنه وكما قال الرئيس بري هيدا المرة التانية تنين وثلاثة لأنه الأمور ممكن تكون متروكي هاك يعني لحكومي فيه وبالتالي بصيب الشلل كل المؤسسات ونواب جداد ومنتخبين يعني انطلقوا بقى منيح أكيد وعم تشوف أنه في دينماكية في حركة وفي هايك نشاط بقلب المجلس ورغم أنه لو في حكومة كان أحسن وأحسن النشاط أكيد نحنا كلنا جايين تنشتغل وهيدا الموضوع التشريع الضرورة اللي عم يتسمى أكيد هو تشريع ضرورة لأنه بحاجة لأنه نعمل إشي كتير تقدر تكون إنونية ويقدروا تتصرف البلد ودلمش البلد نعم من بين الإشي الضرورية أنه موضوع تأمين أموال والكان البارز خلال الأسبوع الماضي تأمين أموال للفيول للشركة الجزائرية اللي كانت الباخرة قعدة بالبحر ومش قادرة تفرغ بل ما تقبض مصرياتها الرئيس الحريري قام بالاتصالات المطلوبة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية نحل الأمر ولكن مبدئيا موقع يعني بدنا أموال بدنا فيول هذي بس على الفيول عم نحكي كهرباء بكرة بين الجلسة التشريعية عنا بند على الجدول سلفي لإقرار قنون سلفي لوزارة الطاقة وهذا بعتقد رح يمر لأنه نحنا بحاجة كلها سواء نكون موجودين بس أنا بهال المناسبة بدي أقول أنه أنا تأسفت لمن بارح صار قصة الساعتين اللي أطعوا الكهرباء لمولدات لمولدات وتأسفت أكتر لمن طلوا على التلفزيون ندبيها ونقول أنه نحنا جبنا دينا أو تكرموا علينا وعطيونا جزء الفيول وعطيونا يالا شركة الكهرباء وعم نربح جميلة الناس بهذا الموضوع يعني هوني أنا تأسفت أنه نحنا ما فينا نربح الناس جميلة ما فينا نطلع على التلفزيون ندبيها ونتسابق أنه نحنا عم نعمل هذا الموضوع وهذا مرجلي هادي مش مرجلي هادي واجباتنا نحنا نعملها واجباتنا نحنا ننفذ هاي الموضوع للناس مش واجباتنا نحنا نجي ونقعد نقول عم نتسير يعني مثل ما عمل الرئيس المكلف الرئيس المكلف عمل كل اتصالاته وما خبر حدا مظبور مش بتطري نطلع على التلفزيونات ونخبر أنه عملنا نحنا إنجازات يعني بشي هدا حق الناس صعب نقدر نعمله نحنا نعم هلا عم نحكي بس موضوع الطاقة ولكن الكثير من الوزرات خلصت موازناتها وبدأ اعتمادات جديدة لتكفي منها وزارة الصحة ممكن تشكيل الحكومة يتأخر وبالتالي شو بيعملوا هادي مسئولية الناس اللي عم بيعطلوا هدا السؤال الكبير بقتسئله للناس اللي عم بيعطلوا هون دورنا نحنا نسألهم الإعلام المجلس نواب مجلس بطارك المطارني كل الناس نسألهم انتوا لين عم بتعطلوا الناس ما بكنا بنعمل سلفات وبما الشي الحال أنا برأيي رح نعمل اللي عم يمرق هلأ بالسلفات هي سلفات الضرورة يعني يعني مثلا قصة الفيول قصة الصحة لش الدوام النمهم الصحة بقيت الوزرات بقيت الوزرات يعني مثلا إذا نحنا عنا هلأني موجود على جدول الأعمال قصة سلفات مقرة بالنسبة لمجلس إدماء الأعمار وغير محلات فيه أشياء موجودة إذا مش ضرورية ما رح نبت أولويات عم مش أولويات إذا أليش أولويات ما رح نبت لأنه مش بحاجة لما موضوع هلأني نحط مصاري بدون أي خبرة بدون أي دراسة بوضع نحنا لازم نعيش التقشف لحكينا عنه نعم بعد يرجع لموضوع انقطاع الكهرباء ساعتين من قبل أصحاب الموالدات هون صار موضوع تحدي أستاذ دكيش بين الدولة يليش اعتبرون أن الموالدات هن الدولة وبين الدولة الدولة المزبوطة كان واضح كلمة الوزير وزير العدل سلمج رئيساتي وكان معه الوزير رأي دخوري أنه في حال التصعيد ستكون الإجراءات قاسية وكأنه هون عم نقول الدولة موجودة وهيبتها موجودة وقادرة هيك فعلا لك أنا بهذا الموضوع مبارح صرنا نقول على الشمعة وصرنا نقول أنه ضو الشمعات وقرحت الكهرباء ساعتين كأنه نحن ببلد كأنه نحن ببلد الكهرباء 24-24 للدولة وعم تنقطع من ساعتين أول شي بيصير قطع بأمريكا مبارح صار في اشياء وانقطعت الكهرباء كل دول العالم بيصير بهذا الموضوع بس بس هن مش عم يفهموا أنه قطعة الكهرباء هي تحدي لكل الشعب اللبناني وتحدي لكل المواطنين وتحدي للدولة اللبنانية ومش عم يفهموا أنه هدا كان ومثل كأنه عم بيشرعوا هيدا هيدا في الشريع هيدا الأمر أنه نحن سلطة موجودة على الأرض وعم نتعطع مع سلطة موجودة بالدولة وهدا الشي بتحمل مسؤوليته من أول إدارة هالعملية إدارتها بالشكل لندارت ما كان لازم تندار هيك ما فيني أنا أجي هلأ أني أعمل قرارات وما عالج قبل فترة طويلة أنه عارف بدي أصال لهون ما نحن عارفين بدي أصال لهون تزدكاش شو بدك تعالج بدك تعطي الناس كهرباء والإنتاج عند الدولة مش قادر يغطي لبنان يعني لازم نعمل شو تم اللجوء إلى أصحاب المولدات بصيغة معينة تحفظ حقوقهم لأنه هني موجودين وتحفظ حقوق الناس بموضوع التسعير وبموضوع تركيب العددات الخلاف اليوم أنه على التطبيق أول شي هو أمر واقع كان يعني ما فيك هذا أمر واقع يعني أصلا أصحاب المولدات اللي من بلشوا بالعمل كان أمر واقع إجا ومش من هلأ من كذا سنين ولو ما عملوش هني هيك ما كانش في كهرباء ما كانش في كهرباء ما كان في كهرباء عند الناس يعني هذا أمر واقع بس أنه من طرحة هذا الموضوع من أربعة شهر من خمسة شهر من ستة شهر ومن سنة لما تم معلججته بالطريقة اللي ما بنوصل نحن لهان لا أنه أنت بطريقتك من الطرق بدك تعالج هوا الموضيع كيف بتكون أنت وزير كيف بتكون أنت عم بتدير دولي كيف أنت بتكون عم بتدير مؤسسة بتدير عم تمؤسسة بتشوف المشكل اللي جاي قدامك وبتعالجه قبل فترة مش تصال على المشكل وبتجي هلأ دي بدك تعمل كل القوانين وبدك تعمل كل القوة وبدك تستعمل كل البطش ونصفي فيه صراع بين الموالدات ومبارح نحن كان الناس كلها عم تطلع على الصراع بالموالدات يعني إذا بتطلع مؤدمات الأخبار بالهذا كانت عم تحكي عن هذا الموضوع نحن الأزمة الأساسية هي الحكومة تقليف الحكومة تعطيل الحكومة هاي الأزمة الأساسية الكهرباء الكهرباء تجي الكهرباء تجي الكهرب 24-24 لاش ما بدي تجي يعني لاي نحن ما بناخد خطة على سنتان ونقول نحن على سنتان بدنا نعمل هيدا الموضوع عنا كل الإدرة سيمانس أجت حكيت كل الناس حكيوا طيب لا لا مش عم بصير هو ممكن بسنة بسنة ونص سنتان بكون في معامل وقدر على الإنتان أكيد أكيد هلأ صالمادي ستة شهر بدون حكومة لك صالها نحن هلأ نساء لنا سنتان مبلشين من أول حكم الحديث هلأ إنه هذا العهد الجديد حديث هلأ نحن مبلشين من سنتان كنا كنا قدرنا بهالفترة هاي دي لأنه إذا مش ك 24-24 يكون 18-24 18-24 16-24 ما فينا نعمل مشاريع من دون ما يكون علي علامة استفهام أستاذ دكاج يعني الخوف من الخوض بمشاريع إذي يكون لها مراقبة دولية بتتأخر المراقبة لازم تكون هي من إرادة الناس إرادة الشخص اللي هو مسؤول أو الحزب أو التكتل بتاخدها متل ما بدك يعني بتبلش من هالموضوع بالشكل هيدا أنت بتاخدها بشكل أنه أنت إذا كإنسان كمواطن مسؤول بتحترم الدولة إذا بترجع بتنقل للمسؤول الأعلى منه للمسؤول الأعلى منه باحترام الدولة والمؤسسات والنظام وإنتاج للدولة إنتاج للناس تطلع نحن كيف عم نمارس بالدولة وبالحكومة كقوات تبنانية طب ليش نحن عم نمارس بهالشكل طب نحن اللي بقلك نحن كنا بوقت الانتخابات النيابية الناس عم بتفوت بالتعاقد عمؤسسات معينة نحن كنا عم نطلع الزائد بوزارة الشؤون الاجتماعية الزائد بس كمان في ناقص كان بمعض الأماكن بدك تعبيها ميو الميو في نقص وفي طفنة هذا موضوع طويل وقت تتعسف اذا بتعرف انه مبارح كان لنا اجتماع بلجنة الاقتصادية لجنة الاقتصاد والتخطيط بمجرس نواب كان معنا الناس اللي ممسؤولين على الموضوع اذا بتتسمع على اللي حكيو بتقول انه نقص موجود بمحل وفي فاقد مبارس وان هون العدالة هون المسؤول كي بدي تعطى هلأ بموضوع الموالدات في حال رحنا للتصعيد الناس حيكون اذا بدنا نقول هي حتى تحمل النتيجة ممكن سير في قطع كهرباء وما قادر الدولة تأمن الكهرباء وبدنا نفوت في هذا الموضوع والملاحقات يعني اصحاب اللي تعب اقولوا بدنا حقوقنا مبدئيا بالاخر بكنا بتطعبوا بحقوقهم حتى لو الدولة جابت الكهرباء بعدين فاللونا حقوق بالدنيا شو بدي قالك اذا بقالك انه نحن عم نعطيهم صفة من الصفات انه نخليهم يطالبوا وبدون انا ما بقدر احكي بالموضوع لانو ما قالك غيرهم استاذ دكال هل لا ايه انا وانتبه وان وجدوا الناس هاو دي الناس اصحاب الموالدات ان وجدوا بوقت كانت الناس بحاجة لهالموضوع بس مش معنات هيتحكموا بالناس وبالدولة اكيد مش يتحكموا بالناس والدولة وهون انا عم بقول مسئولية الدولة كانت التعالج هيدا الموضوع قبل ما وصلنا لهون مسئولية الناس المسئولين عنه تعالجه مش انا بيجي بطلع بقرار ما بعرف وهم دي وديني يعني بدي يكون عارف حالي واني رايح اي قرار بدي اخده بدي اعرف انا انه هيدا القرار بوصلني لهالمطرح هيدا رح انتابع معك مثل ما ذكرنا بالمقدمة موضوع جونية موضوع كسروان متابعة شؤون الناس اذا بدنا نقول على اكتر من صعيد بعد التوقف مع هذا الاستراحة ابقوا معنا مشاهدينا نتابع معكم مشاهدينا القسم الاخير من كلام بيلوت مع عضو كتلة الجمهورية القوية النائب الاستاذ شوق الدكاش قبل منفوط موضوع جوني والعلاقة ايضا موضوع الكهرباء ومعمل الدوق الحراري الاخبار اليوم العنوان كان ما في المولدات بلا غطاء يعني صحيح ولكن في ناس يعني بالاخر كان في حاجة للمولدات كان في غطاء من قبل ايه ما هال موضوع انه بما انه في غطاء هل قد قوي على الناس مش على الدولة الناس قبل الدولة على كمان اكيد ايه وبالتالي في غطاء كمان اذا رفع الغطاء بيشتغلوا صح يعني ما بعرف كيف بيفسروا هيدا الموضوع شو عم تفسروا فيه مافيا المولدات بلا غطاء اه بلا غطاء من مين وماش مين كي مغطيون في جهة كانت مغطيتون قبل مش مغطيتون يعني توقف حدون توقف حدون بأي معنى بالقوة اه اذا شو بيكتشوف مين بيقف بالقوة زولي هالمرة بيقف بالحق وبالانون اوكي جونية مدينة ملوثة وبالمرتبة كتير عالية وهالعنوان اخذ ضجة كبيرة استاذ شوئي وحضرتك كنت من اول الداعمين او المشجعين او الداعيين لعقد لقاء جامع لكل نواب كسروان اذا بدنا نقول في هادا المنطقة وعليتوا الصوت ولكن قبل بتشوف هادا العنوان مضخم يعني هالقد في تلو اول شي جونية هي احلى مدينة بالعالم كل بيعني احلى مدينة بالعالم وهي من المناطق اللي احنا منفتخر بانتمائي لقلا يعني انتمائي لها المنطقة هاي دي بفتخر انا فيها نعم تاني شي انا ادعاينه كلنا سوا كنوة وانا ما بيدعي اني انا دعيت انا ادعاينه كلنا سوا اه منذ كلنا سوا تنقدر نعمل شي لمنطقتنا لانه حسينا في خطر وعم بيصير هالخطر اكبر واكبر اكيد فيه تلوص اكيد واكيد انه التلوص تناتج ناتج عن قصة مولدات عن الزوق عن معمل الحراري بالزوق معمل التوقع وناتج عن زحمة السير وناتج عن مولدات الكهرباء اوكي ناتج عن ثلاث شغلات يعني تناتج عن هالثلاث شغلات اللي هني موجودين بهالمطقة انت بتعرف انه بفترة من الفترات بيصير بباركينج يعني جوني بتوستراد بين دبي بيسكر بيسكر بيصير مثل بباركينج والعربيات دايرة طيب والزوق عنا المعمل بالزوق انه عطول داير ليل النهار وعم بيحط كل الوخين طبعه بدون اي رقابع لايه وبدون اي وضع فلاتر او فضع شي يقدر يساعد من حتى في قيل وقته انه تم تحسين موضوعا ديك فلاتر تنحكي بكل صراحة وانا حكيتها على الهوى وبدون اي خجر نحن في بروتوكول توقع بين وولادية الزوق ووزارة الطاقة فالبروتوكول اللي توقع هو كان له شروط بتحسين البيئة وبإيجاد غاز لمعمل الزوق وصلوا العملية ثلاث سنين او اربع حلان يصاروا بالرابعة رابع سنة وما صار شي من هيدا الموضوع ولا اي شي تنفذ بدو مصاري انا ما بقدر اعرف لانه الاشياء كانت لازم تكون معروفة ما حدا عم يحكينا صراحة بهالموضوع لا ما تنفذ هالبروتوكول هيدا تاني شغلة هي قصة الموالدات الكهرباء اللي موجودة بهالمنطق طب شو بتعمل وما كان في موالدات نحنا عم بطلب قد ما فيه تلوث صار بهالمنطق وحسب وزير الطاقة كان موجود معنا وزير أبي خليل وزير أبي خليل كان موجود معنا وقلنا له بكل صراحة هو عم بيقول انه موالدات هي بتقدر حوالها 28% من التلوث من قيمة التلوث اذا 100% هي 28% نحنا طلبنا ع دايرة 2 كيلومتر من معمل الزوق انه تنعطى الكهرباء 24-24 اذا عطت الكهرباء 24-24 نحنا على الحرك بأسرع وقت بصير في عنا 28% من الموالدات ما عاش في عنا تلوث بخف التلوث نحنا عم نحكي اشي عملية حلول عملي يعني الناس اخر شي صحة الناس وحيات الناس مسؤوليتنا وفي كتا عادة بالكهرباء لمن جيت وعدت الناس انه انا رح اكون ممثلهم بمجلس نوار وعدتوني انا بدي اكون ممثلهم بكل صراحة طبعا وبيدي اقلهم انه انا مقدرت قدر الممكن اكيد بدي اقلهم انا حكيت وما قدرت عملت بس بدي اقلهم يعني بدي ارجع ارد عليهم الخبر انه انا هون عقلت هوني ما قدرت عملت وهوني عملت لانه انا انتوا عطيتوني الارادة احكي هالحديث من هالمنطلق هدا انا بهالشق هدا بقولك انه لازم عالسريع وفي 24 على 24 بدياماتر يكون 2 كيلو متر نعم وحالشان تنخفف 28 بالمية على الحرك هلا انا جماعة الموالدات بيزعلوا جماعتين انا بهمني صحة الناس وعطي حلول سريعة هايدي لا في كلفة ولا في استثمار ولا طلبين ميزانية ولا بدن موازني هاي بده ارار من الوزير انه ياخد ارار اعطاء هالمنطلق 24 24 لانه التلوز صار كبير كتير من هايك هيدا الحل العملي السريع الحل الثاني العملي السريع انه نحنا يكون في عنا ارادة يمكن الاشياء القديمة هي بتساعد نحنا طلبنا كمان يكون في مجهوز ومفرد لانه اذا كان في مجهوز ومفرد بالسيارات ونحنا اول شي بنعود 3 شغلات اول شغلة شو مجوز ومفرد يعني السيارات تمشي مثل ما كانوا عاملين نزميات اذا بتتذكر كانوا يمشوا السيارات النهار يكون الرقم على الرقم يكون مجوز بيمرق ونهار اللي بيكون مفرد ما بيمرق لا عم تقام معلش شي رح قالك 3 شغلات شو مفرد قدرين هيك تعاملو اكيد مش نحنا هاد الدولة بتاخدها ونحنا كما سؤولين بالدولة بدنا نساعد ليش انت عم تتفاجأ بهذا الموضوع معم تفاجأ هيدا رح يساعد اول شي تنتعود نحنا نخفف بقى نمشي عالطرقات بهذا الشكل رح تساعد انه يكون في نقل مشترك رح يساعد رح يساعد رح يساعد انه نتعود تعود عالتعاون باب بعضنا واضافة لذلك رح يخفف التلوث بمنطقة جوني ويخفف عجل الساد والناس كف عصابة يعني بدل ما ننزل نحنا كل واحد بعربية مننزل كلنا سوى اثنين او ثلاث او ثلاث سيارة سيارة ووحدة بس كيف بك تعمل هيك تعمل هيك لما بتاخد قرار بهذا الموضوع بهذا الشكل انا عم بحكي حلول مش حلول مش حلول مدى المتوسط القريب والبعيد وبتنعمل وبتنعمل على بعيد نحنا صار المعمل عنا فيه انتاج اذا بيشتغل فول صار فيه انتاج الف كيلوان هلأني عم ينتاج المعمل 600-700 بس اذا بتتصلح المعمل القديم بتتصلح المكانات اللي فيه والمعامل الجديدة بتشتغل مضبوط بيصير في عنا 1000 كافئة اكتر من هيك هاي المنطقة بقش تحمل ما بتحمل بعدين الفيول الفيول اتفقنا انه بيجي بالكوتوكول لنعمل انه بيجي الفيول بيكون بمواصفات محددة انا بأكد انه مش عام عمل غاز ولا اي جهد المعامل ما فيها محطة لتقيس قصة لسبة التلوث الموجودة واقفة كان فيه واقفة نحنا مش ضمن المعايير يعني معلش نحنا مش ضمن المعايير والمنطقة صار فيها خطورة وغرين بيس اللي عدت الرابور اكيد مشكورة انه دقت نقوص الخطر بس نحنا ككسروانيين نحنا قاعدنا نقوص الخطر من 3 سنين و4 سنين لما عملنا التحرك اذا بتتذكروا لانه عارفين رح نوصل لهون لانه الموضوع يعني اخذ انه تت يعني هادي المدينة اللي عبتقول عنها احلى مدينة تمت شويه بسورطة بطريقة ما هيك اكيد ونحنا هون علينا واجبتنا انه ما نخلي هالسورة تتشوى ورغم كل التشويه رح قللك انه جوني بعد احلى مدينة والناس رح تقعد فيها لانه جاذبي لكل الاشخاص ورح يكون فيها احسن استثمارات ونحنا رح نساعد كلنا سوا كانواب كلنا سوا ونحنا بشكر ربنا انه نحنا كلنا سوا كانواب عم نجتمع عم ناخد قرارات ومتابعين وكل واحد حسب قراءه السيئسية ما بشك مهم نحنا نساعد الناس كلنا سوا ونكون كلنا سوا لمصلحة كسروة ولمصلحة المنطقة هو التلوث يعني هلأ ما عاش عنا وقت بين الليطاني وبين موضوع النفايات المنتشرة هون وهون كله بحاجة الى حلول وعمل قريب وخطة خطة بعيدة اذا بدنا نقول انا بهالحلقة بدي اشكرك استاذ شوئي الدكيش عضو كتلة الجمهورية القوية على وجودك معنا وان شاء الله يعني تعطيكم العاف انا اللي بدي اقول لك باخر الحلقة انه بشكرك على استقبالك لقلي اهلا وشكرا وبيدي اقول لللبنانيين انه نحنا هيدا بلد قدر يقوم قدر يعيش اكيد عنا تحديات نحنا كنواب بتكتل الجمهورية القوية رح نكون حد الناس وعطول مع الناس رح نكون صوته بهذا النبو شكرا لحضرتك مجددا وشكرا ايضا للمشاهدين على المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة